إلى الانتخابات المحلية الفلسطينية حيث أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى بلغت 46.73% حتى الساعة الرابعة عصراً اللجنة أوضحت أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى الساعة الرابعة وصل إلى 190 ألفاً من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم أربعمائة وخمسة آلاف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت وأشارت إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم وسيسمح بعدها للمتواجدين داخل المراكز بالتصويت للإطلاع على مجريات هذه الانتخابات تنضم إلينا نهاد حجازي مراسلة المملكة من رمالة نهاد أهلاً بك إذن مضى هذا اليوم فكيف يمكن أن نصف هذا الإقبال وكيف يمكن أن نصف نسبة الاقتراع حتى هذه اللحظة نعم غادة يعني بعد نصف ساعة أو أكثر بقليل من نصف ساعة سيتم إغلاق مراكز الاقتراع في كافة أنحاء الضفة الغربية والتي عددها مائتين واثنين وعشرين مركز اقتراع بحسب ما أكد المتابعون بأن العملية تسير بشكل ممتاز وبأنه يعني لم يكن متوقعاً بأن تكون العملية سهلة وبأن يكون هناك إقبال على مراكز الاقتراع كما كانت يعني النتيجة اليوم ونسبة المقترعين كانت حوالي أو نسبة الأصوات حوالي 46.73% وهو ما وصف بأنه يعني بشكل عام وضع جيد ومطمئن لكن دعينا فقط غادة ننوه لمن يتساءل عن فكرة هذه الانتخابات بأنها انتخابات محلية أي انتخابات مجالس قروية وأيضاً بلديات لكن مشاركة البلديات الكبرى ستكون في شهر آذار المقبل هذه المرحلة الأولى التي تحدثنا عنها اليوم والتي كانت فقط في المجالس المحلية وبالطبع هي تخدم المواطن بشكل عام هذا في الشكل الخارجي لهذه الانتخابات لكن لو دخلنا قليل للتفاصيل فهي تمهد للانتخابات القادمة إذا تمت الانتخابات التشريعية وهي ستعطي فكرة لأحزاب الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية كيف سيكون التوجه في حال تمت الانتخابات الأخرى وهي التشريعية التي لا نعلم إن كانت ستتم أو سيتم تأجيلها كما حدث في المرة الأولى أيضاً لابد من التنويه هنا إلى أن حماس قاطعت هذه الانتخابات ومنعت إجراءها في مدينة غزة وهو ما انتقدته كل الفصائل الفلسطينية وبالتحديد حركة فتح وأيضاً حركة التحرير الفلسطينية وقالت بأن على حماس أن تتوقف عن هذه الأعمال وأن تترك الحق للغزيين بممارسة حقهم في الانتخابات نعم إذن تبعاً لهذه الإجراءات وأيضاً سير العملية الانتخابية نهاد نتحدث هنا عن الانتخابات في مرحلتها الأولى ومن ثم تليها الانتخابات في المجالس البلدية الكبرى كان هناك بعض القلق والتخوف خاصة في المناطق جيم هذه المناطق التي تعهد الاحتلال ولا ربما أكد بأنه لن يتعرض للمنتخبين فيها فكيف كانت المجريات هناك؟ نعم لأجرت الأمور بشكل طبيعي ولم يكن هناك أي مضايقات ويعني في مناطق جيموة بالتحديد يعني الانتخابات التي جرت فيها هي ضواحي مدينة القدس كانت الأمور طبيعية وتمكن المنتخبون أو المقترعون من الوصول إلى المراكز دون أي مشاكل ودون أن يتعرض لهم أحد وهذا ما يعني أيضاً فائل الشارع الفلسطيني بأنه في هذه المناطق قد يكون له الحق في ممارسة حياته بشكل طبيعي يوماً ما يعني الانتخابات صارت بشكل طبيعي فقد يتمكن المواطنون من ممارسة حياتهم بشكل أكثر سهولة في مناطق جيم التي أصلاً تعاني من انتهاكات عديدة وهي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ولا تتمكن الحكومة الفلسطينية أو الشرطة الفلسطينية من الوصول لها دون تنسيق مع الاحتلال أيضاً غادة كنت سأتحدث عن القوائم الانتخابية بشكل عام اليوم تفوقت القوائم المستقلة على القوائم الحزبية وهذا ما أقلق الفلسطينيين وهو كان طبعاً سببه بأن هناك محاولة للدخول بشكل مستقل بسبب عدم دخول بعض الفصائل في هذه الانتخابات فكانت القوائم المستقلة أكبر من القوائم الحزبية إذن تالي الاقتراع عملية الاقتراع العد والفرز وبالنهاية إعلان النتائج فمتى من المتوقع أن يتم هذا الإعلان خاصة بعد انتهاء هذه المرحلة الأولى نعم غداً صباحاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج هذه الانتخابات الليلة كما قلنا في البداية السابعة سيتم إغلاق كل المراكز ولن تستقبل أي منتخب أو أي مصوت هذه المراكز لكن من داخلها سيستطيعون التصويت وغداً ليس هناك موعد محدد لمعرفة متى ستكون النتائج الرسمية لكن من المتوقع أن تكون صباحاً نعم نهاية بالعودة للحديث عن القوائم وتقدم القوائم المستقلة عن الحزبية هناك حديث أيضاً أن بعض هذه الهيئات لم تتقدم فيها قوائم نهائياً أو لربما كانت هناك قائمة واحدة ما يعني أن هذه القائمة تتنافس مع نفسها فهل كان هناك تعامل مع هذا الملف بأي طريقة كانت؟ لم يذكر هذا الملف غادة لكن من نوه له هم الصحفيون أكثر من غيرهم ولم يتم التعامل معه أو التطرق له لأنه من الواضح بأنه كان خارج الإطار أو أنه غير مقنع ويعني كما نقول دائماً بأن الفوضى في البيت الفلسطيني هي من تتسبب بكل هذه التشتتات وبهذه المشاكل التي تعتبر بأنها يعني من المفترض أن تنتهي في القريب العاجل مقاطعة بعض الفصائل لهذه الانتخابات تخلق نوع من التوتر في كل مرة وهناك محاولة من يعني أو طلب من الشارع الفلسطيني للترتيب هذا البيت لمحاولة يعني كما يقولون ضم الجميع داخله لكن على ما يبدو أن الأمور ستكون صعبة يعني في نهاية المطاف شكراً جزيلاً لك نهاد حجازي مراسلة المملكة كنت معنا من رمالة الحديثي عن الانتخابات المركزية الفلسطينية بعد إغلاق سناديق الاقتراع وآلية التنفيذ نتحدث مع السيد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أهلاً وسهلاً بك سيد هشام إذن بعد عقد هذه الانتخابات كيف يمكن النظر أو كيف تصفون نسبة الاقتراع الحاصلة اليوم هل هي ضمن المأمول والمتوقع؟ يعني في الانتخابات المحلية السابقة وبالمناسبة الانتخابات التي تجري في موعدها كل أربع سنوات منذ العام 2012 وحتى هذا اليوم تراوحة النسبة الإجمالية للإقتراع في كافة محافظات الوطن في حدود الأربعة وخمسين أو خمسة وخمسين في المئة وهذه النسبة تتراوح ما بين نسب أقل من ذلك ونسب تصل إلى 90% في بعض الهيئات أنت تعرفين أن هذه انتخابات محلية وبالتالي النسب الإقتراع تتفاوت من هيئة لأخرى وفق تركيبة هذه الهيئة العشائرية أو حجم السكان أو بعدها عن مراكز المدن وهكذا وبالتالي نتوقع أننا قد أعلننا في تمام الساعة الرابعة بأن نسبة إقبال وصلت إلى 46% وتوقعتنا أن تصل إلى منتصف الخمسينات أو الوائل الستينات وعموما في تمام الساعة الثامنة اليوم من مساء اليوم سنعلن نسبة الإقبال النهائي نعم إذن بالحديث أيضا عن طبيعة هذه القوائم كانت هناك أنباء وأخبار عن تقدم القوائم المستقلة عن القوائم الحزبية فهل من مستجدات حول ذلك؟ يعني كما ذكرت في التقرير تقريبا تلت القوائم هي قوائم حزبية والباقي هي قوائم مستقلة والحقيقة أن هذا يحتاج بحث ما بعد الانتخابات عن طبيعة استقلالة هذه القوائم هي قوائم حزبية تبع الأحزاب ولكن ارتعت أن تتشكل وتتنافس مع الأحزاب الرئاسية في قوائم مستقلة هذا موضوع لا تستطيع اللجنة الانتخابات الحسم به ولكن الصفة الحزبية التي تم الترشح عليها كانت ثلث وثلثين ثلث للهيئات الحزبية والفصائل الفلسطينية وتلثين للمستقلين ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن حتى الأحزاب عندما تشكل هذه القوائم تقوم بأخذ البعد العشائري في الموضوع شأن شأن أي انتخابات محلية في العمل العربي دعينا أقول نعم في بعض هذه الآيئات المحلية لم تترشح أو لم يكتمل النصاف فيما يتعلق بالقوائم ومنها من ترشح بقائمة واحدة فماذا يعني ذلك أو كيف يتم التعامل مع هذه الزاوية يعني هناك بيو 54 هيئة اليوم شهادة انتخابات هناك أيضا 162 هيئة تقدمت فيها قائمة واحدة فقط وبالتالي وفق قانون الانتخابات تفوز بالتزكي وتم الإعلان عن فوزها في المؤتمر الصحفي ظهر غد إن شاء الله وكان هناك 60 هيئة 50 هيئة لم تتقدم فيها أي قائمة و10 هيئات تقدمت قوائم ولكن مجموعة مرشحين في تلك القوائم لا يستوفي عدد المقاعد المطلوبة في الهيئة المحلية المعنية وبالتالي هؤلاء الستين هيئة رفع فيهم كشف لمجلس وزراء لاتخاذ القرار المناسب حول تحويلهم أو إعطاهم فرصة ثانية في المرحلة الثانية التي سنعلن عن جدول هذا الزمن إن شاء الله غدا والتي صدر قرار من مجلس وزراء بتحديد يوم 26 ثلاثة لإجراءها مع البلدية التصنيف با وجيم وهي بلدية ذات 13 مقعد والبلدية ذات 15 مقعد والتي تشكل المدن الرئيسية في المحافظات الشمالية وأيضا من ضمن 25 هيئة محلية أو بلدية في قطاع غزي نعم ضمن مجريات هذه الانتخابات هل تم رصد أي مخالفات بأي شكل كان خاصة خلال فترة الاقتراع؟ يعني ما أستطيع أقول أن هذه الانتخابات صارت كما صارت الانتخابات السابقة هناك بعض الشكاوى تلقيناها من إما وكلاء قوائم أو هيئات مراقبة والجزء الكبير منها تم حل في موقع الحدث وندرس باقي هذه الشكاوى ونرى إذا كانت ستؤثر بالفعل على مجمل نتائج الانتخابات في تلك الهيئة أو لا تؤثر وسنعلن ذلك أيضا في المؤتمر الصحفي وأيضا في التقرير تصدره الهيئة أو اللجنة عن سير الانتخابات المحلية ولكن أستطيع أقول أن هذه الانتخابات كانت مريحة منذ الصباح ولم تذكر أي مشاكل تذكر قد تؤثر على نتائج هذه الانتخابات نعم بالتطرق إلى الحيثيات التنفيذية سيد هشام لماذا يتم عمل هذه الانتخابات المبكرة أو لربما الانتخابات المحلية بالمرحلة الأولى بشكل منفصل عن الانتخابات العامة خاصة أن هناك كانت مطالبات من قبل الفصائل بعقد انتخابات محلية عامة تشريعية وأيضا مجلس فما هو الهدف وراء هذا التقسيم؟ أولا كما ذكرت قبل قليل الانتخابات البلدية تسير وفق مبدأ دورية الانتخابات التي هي كل أربع سنوات في القانون وأول الانتخابات جرت في 2012 ومن ثم 2017 واليوم نشد الانتخابات المحلية 2021 موضوع ترابطها مع الانتخابات السياسية وموضوع شائك نوعا لأنه نحن نعيش ظروف انقسام ما بين الفصائلين الكبيرين والفصائل أيضا جغرافي وبالتالي لاستحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان مقرر أن تجري في شهر مايو من هذا العام وأيضا شهر يونيوم أيضا من هذا العام بالنسبة للانتخابات الرئاسية للأسف لم تجري بسبب عدم تمكن اللجنة من إجراء الانتخابات في مدينة القدس وكانت هناك مطالبات بعدم أيضا إلغاء أو تأجيل الانتخابات المحلية التي كان مزمع عقدها بالمناسبة في شهر سبعة وتم تأجيلها إلى شهر عشرة في حينه لتزامونها مع الانتخابات العامة بالتالي من الناحية التقنية أو الناحية الفنية كاللجنة الانتخابات نحن نستطيع أن نجري انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية في يوم واحد إذا ارتأت القيادة السياسية لذلك ولكن على الأقل في ظل عدم تمكن فلسطين أن تجري حدث الانتخابات العامة تمت المطالبة بإجراء الانتخابات المحلية والتي تم تجزيئة لمرحلتين المرحلة الأولى ضمت 376 هيئة والمرحلة الثانية للمدن الكبرى وهي 66 هيئة لمقتضايا المصلحة العامة وفق قرار مجلس الوزراء ولكن نحن في اللجنة جاهزون لإجراء المرحلتين وبالفعل اليوم أنهينا مرحلة وإن شاء الله غدا سننشر الجدول الزميني للمرحلة الثانية التي تمكن المباشرة فيها شكرا جزيلا لك سيد شامك حيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية كنت معنا من رمالله المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر